أكيد هيسيني أنا بفتح مرحبا يا حلوي مرحبا يا حلوين شو عم تعملوا؟ كتبتوا الكتاب ولا لسا؟ جاي أعطيكم هدية الزواج وجيت من شانة خصوصي آه حبيبي إرهان هاي هدية خاصة شوي فيك لأنه هني عم بيخبوا عنك إن شاء الله ألف مبروك رح بتصير قاب فاهميني أنت شو عم تخبصي؟ عم تفكري مو هيك؟ متل ما عرفتي أنا عرفت كمان بما إنك ما خبرتي قلت أنا بخبره عنك الولد ابن إرهان صحيح أبو ابني هو إرهان يا حرام هالمسكينة إليف قالت لك كل شي بحرقة قلب وأنت شو عملت يا سبيل؟ ما فكرت غير بحالك وبأنانية كالعادة طبعا من شان غروريك ما بصير لك على أقل كنت خبري إرهان هالخبر لأنه أبوه وبصراحة هادي اللي صار أنا عرفت بالصدفة وقررت إني خبره لزوجك المحترم هالخبر اليوم العيدي شو عم تقولي؟ حبيبتي سبيل خبري لزوجك الحقيقة ولو؟ إرهان أنا أنا كنت بدي إقلك كنت بدي إقلك بس ما قدرت مشان هيك بعادت عنك وقتا شوف، ما تصدقها هاي طبيعة سبيل كور أصلاً يعني موش جديدة عليها هي موش جديدة عليها عادة الكذب وتغيير الحقيقة واستغلال الناس كمان غرور وكذب وعجرفة المهم تحصل على اللي بدها إياه هي وفوق منها بتكمل حياتها بدون ما يأنبها ضميرة أبداً وكأنه شي ما صار هي صفات مرتك يا إرهان المحترم آه سبيل 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 ما تسكتي أحكي شي، قولي أي شي، شو القصة يلا؟ سيد إرهان، على أغلب ما لازم تسكتلي أبداً على هذا الموقف بعرف محامي طلاء كتير شاطر بهي القصص بيخلص القصة بجلسة واحدة، فيك تحاكيني إيمة ما بدك يلا بشوفكن هههه ما عليك تسمحوا لنا بعرف دعبناكم وبتمنى ما اتواخذونا لو سمحتوا من بعد إذنكم يا جماعة ممكن تتركونا لحال أنت كيف بتخبي عني مثل هيك شي عن جديد اللي حكته لو سمحتي لا تسكتي سبيل اللي حكته مظبوط إيه مظبوط كيف بتخبي عني هاد الشي سبيل كيف ما بتخبريني مثل هيك شي سبيل هذا موضوع بيخصني بيخص حياتي كلها كيف يعني ما بتحكي لي أنت هيك شي مثلا قولك أنا عندي ولد هلأ سبيل أنا كيف فيكي كيف فيك تخبي عني مثل هيك شي أنا حاولت تحكي لك إرهان حاولت بس ما قدرت وبعدين هربت بس أنت يلي لحقتني هلأ صار الحق علي أنا سبيل الحق علي أنا طلع عنا الحق علي إرهان شو صاير لك لو عملت هديكي العملية كنت رح كفي حياتي أنت شو ساويت شلتني من هديك الطاولة وأعدتني هون إرهان مو صح لك فاهميني أنت كيف بتفكري سبيل لك هلأ أنا يعني لك أنا هلأ عندي ولد سبيل لك أنا هلأ رح صير أب بفهمي لك أنا لو عرفت ما كنت وقعت وتزوجتني أنا بعرف بس لا تعكل هم أنا بكرة بحاكم محامي وبتخلص مني وبتخلص من هالزواج كله لا مو هيك ما في داعي نتأخر بالقصة أساساً هو كان زواج بالاتفاق مو هيك سبيل مو هيك أبداً ما كنت هيك أنا لما حاولت طلعك من العملية ما كنت وقعت رحت مع هذا الغبي صماد على محل الألعاب بنص الليل ما كنت هيك أنا أبداً وقعت كنت أطلع عليكي شو بيعرف عليك الحال إيه سبيل شو إيرهان قللي خلص ولا شي تمام خلص ولا شي عم قلليك أنا ما فيني أترك لي ليس إيه صح ما فيك تتركها مس وقت تكون لحالك بتضيع وقت معي ما هيك إيه سبيل 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 اسم موسيقى يعني أنا رح صير قد ما عم صدق أنا لو كنت معرف يا سبيل لك وقت أنا ما كنت وقعت على هالزواج بعرف أنا رايح لعني بيف ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 لك وين كنتي سيبيل؟ ليش ما عم تردي عمكالماتي؟ مت من القلع؟ أنا بدي ضل حالي ميليس لابدنا نحكي هلأ هلتلك بدي ضل حالي روحي إذا بدك أو ما بدك ما رح أتركك لحالك كنت عم استنى تحت شفت إيرهان لما راح ما سألتك عن الموضوع وعطيتك وقت لا تضلي لحالك بس بكفي العيني إذا بدك راح استنى قدام الباب حتى لو ما حكينا شي ما بتركك لحالك اليوم سيبيل سيني مانا مضطرة تتزواج ظفار خلي بابا يتحمل نتيجة أعماله خلي الفيديو ينتشر وينتشر أنا حذرته عازي كان ناقصنا أنت مت رجاك روح شكرا خانم راح روح لا تخافي ما بدي أقلي الأدب معك بس أنا بدي أحكي مع زوجتي هلأ بأي حق عم بيقلك زوجتي قصده الإكس تبعه أمي بعد ما يوقع على الوراق ما نكونوا اتطلقنا وخلص دقيقة دقيقة عن أي زواج وعن أي طلاق سبيل أنت ما عدت تقدر تعطيني أوامر أبدا جيت لأقول أني قدمت استقالتي ورح روح من هون فورا ما بعرف إذا هذا الشي رح يسر رح توقع على الوراق إيرهان إيرهان يل درم أنت رح توقع على الوراق ندفي حالك ندفي حالك للصبح ندفي حالك للصبح يا سبيل وشوفي إذا رح وقع أمي إيه حبيبتي منرميها لتحت إيه منرميها بنتي شو لصة نسوان كور أسلان شو عم بتهددوني هلا يا حلوة أنت لسا ما بتعرفينا ممكن أن تقلباب عليك بلحظة ممتوقعة طبعا أكيد تركوا هلا الحك الفاضي وكملوا بك أنتوا التنتين وضربوا حالكن وندبوا حسكن بالزاوية يلا أنت شتتت عائلتي ودمرت زواجي من فكرة أنه كل هذا الشي رح يكون بدون مقابل لا هالشغلات ما كانت هيك وإرهان ترك هيك لأنه إليف حامل وجه حبيبي طاهر ووقع بحبي أنا يعني أنا بصراحة ما عم بفهم شو دخلني لأدخل بمعارككم هي أنت اللي تعاونتي مع زفر مو هيك لا الموضوع مو هيك شكراً اسمعيني وصدقيني كمان أنت اللي اسمعيني هلا من اليوم أنا رح كون فوق راسك بكل خطوة بتغطية وبكل نفس بتتنفسي رح كون قريبة من أنفاسك فهمتي ولا شو؟ وإذا أنت تأذي شعره وحده من عائلتي لسه رح دمرك ارميني من هون سيبيل؟ هي عريت شوفي بجهد كتير صغير تتخلصي مني فوراً أساساً أنا متت من زمان من يوم اللي مات بابا أنا متت وراه قتلتيني مو بس قتلتي بابا كمان يا قاتلة أنا ما قتلت أبوكي أنتي قاتلة وجباني كمان بس أنا ما بدخل معركة مع الجبناء أبداً لهيك ما بدي طول الحكي عليك كتير رحقول كلمتين وروح حبيبتي شكران اطلقي من حبيبي طاهر لأني أنا بحبه بس بتمنى لك كل السعادة سيبيل بعرف أنك رح تنهاري كتير لأنه إرهان تركك وراح بس صدقيني أنا عم بتمنى لك السعادة من كل قلبي وكمان للسينين أنا بتمنى لك السعادة بزواجها عن جد كتير يلا بشوفكن بايا حلوين عاكي الحال رح روح وخلي إرهاني وقي على الوراء وأنا رح روح فوراً وإحكي مع اسماعيل بيك مع النحل تاني بنو سامحني أنت كمان مسامحك وراح اشتغلك كتير يا أخي كيف رح تحمل هالشركة من دونك صمد هيمانا نهاية العلم يا أبني ما نحنا رح نلتقى بره أساساً ما تتنازل لأله قلت ليش هي إرهان إيه قلت قلت له لا يتنازل لك ولا تخرب المكتب عنجد لا تروح إرهان كنتم منسجمين مع بعض أنت وسيبيل وبتجننوا بلا ما نحكي بهذا الشيء أبداً الله يخليك طيب ماشي كنت حدا كتير نشيط سيد إرهان يعني أنا واثقة أنه لحض المطرحك فاضي وأنا رح اشتغلكم كتير طبعاً يلا مع السلامة بحبكم كل إيادكم وبالتوفيق لأيكم مع السلامة مع السلامة الله معك ما حكيت شي لأنه ماما كانت بالغرفة بس تصرفك هذا ما عجبني أبداً ورح توقع أوراق الطلاق كمان عم تقولي هيك بصفتك مين ما ضل للك سلطة عليه بنوب ما فهمت ما خبرتيني عن ابن إليف وما كنتي رح تخبريني عنه روحي عشغلك وعملي اللي بدك يا وأنا رح شوف شو رح أعمل صمت تفضلي لوين رح سياد إرهان ما بعرف بنوب ما بتعرف موب أصلي إنه ما بقدر أحكي لأنه هو نبه علي أعم بسمعك صمت بس يعني إيرهان بيك رح يضربني يمكن إذا خبرتك هو قال لي إذا خبرت لأوين رايح رح علق مشنقتك لأنه ما عاد عنده صبر للأسف على فكرة وأنا كمان ما عاد عندي صبر يعني هو بيروح بهيك وقت دائما بيحمل حاله بيروح هيك لأوين مثلا ممكن يروح سمعت بيروح مثلا لمكان الهوى فيه نضيف تمام راح على إيدوس أنت بتعرفي بس يزعل قوي عصب دائما بيروح على إيدوس في مكان تاني بديك تروحي عليه ولا رح نضل عم نمشي ونمضي وقتنا هيك سبيل خانو تقدر ترجع على البيت سيد إيرهان حابة استمتع بالطبيعة شوي وأنا مولع بالاستمتع بالطبيعة يعني الورد والشجر والحشرات نحن رحنا على إيدوس كتير عم تقول رحنا؟ مين بتقصد مع مين رحت؟ مع رفقاتي البنات كان عندك كتير رفقات سيد إيرهان؟ يعني حسب الشخصية بس أكيد كان في كتير أوقات روح فيها لحالي لحتى رتب أفكاري أنت عندك مكان بتروحي عليه لترتبي أفكارك؟ إذا ضلت عم تحكي بهالطريقة ما رح أقدر رتب أفكاري طيب خليني أخذك على إيدوس سبيل خانو منروح سوا منصيد السماك ومنرمي السنارة ومننطر منضل هيك لحتى تعتم إذا أجت فهي إسمتنا ونصيبنا شو رأيك؟ هيوقع الوراق ويروح وين ما بده يا إرهان رح يعلق مشنقتي متل ما قالي أنا متأكد والله لا يقطعني متأكد آه حبيبي إرهان هاي هدية خاصة شوي فيك لأنه هني عم بيخبوا عنك إن شاء الله ألف مبروك رح بتصير قب إرهان شو صاير لك؟ أه؟ لو عملت هديكي العملية كنت رح كفي حياتي إنت شو ساويت؟ شلتني من هديك الطاولة وقعدتني هون إرهان مو صح؟ شكراً للمشاهدة أنت شو جابك لهون؟ معقول يعني لقيتيني بإيدوس بك الكبرى؟ شو عملتي شفتيني لما طلعتنا الشركة ورحقتيني لهون سبيل؟ مو مظبوط ما بتستاهل إني إنشغل فيك بس أنت إجيتي لهون؟ هم؟ نيناتنا منعرف ليش إجيت مو؟ والله أنا بصراحة ما بدر ما إنعجب بإصرارك وعزيمتك سبيل حلالة عليك إيه والله أنا عن جد معجب فيك كان عنا زواج مدهش حتى لو كان هذا الزواج شكلي تمام إرهان حاجة حكي فاضي ووقي على الوراق وطلع من حياتي بقى من جديد بيّنت ملكة الجليد كرها أنت شو هدفك من تضيع وقتي؟ شو هدفك؟ إلي إحكي إرهان بعدين مو لازم هلأ تكون مع إيليف؟ إنك تجيبي موضوع إيليف ما إلو إيا معنا أبداً سبيل لأنه كل شي صار قبل ما تشتريني أنت حسب ما بتذكر كنت حابب تنشرها ومستعد تماماً ما هيك؟ ما بيحقلك اتعصبي مني ولو زرها قلتلي ما بيحقلي إيليف مو حامل منك؟ لك سبيل ما عم تفهمي إنتي؟ إيليف كانت خطيبتي لما إيليف خفت حملة عنك ما نزعجت بس سكوتي عن القصة كانت من شكل كبيرة مو هيك؟ يلا تمام وقع وطلع من حياتي يلا خلصني وقع إنتي عن جد إنساني مو طبيعية أبداً قلت رح رتب أفكاري شوي عملتي عملتك مرة تانية سبيل والله طعبت منك إرهانا وين رايح؟ إرهانا وقف لك لا تخليني ضل راقدة واراك يلا وقعون شو أنا يلي قلتلي تجي لهون ومعاك الوراء يعني؟ يعني أنت ما بدك تطلقني؟ أنت بدك سبيل أكيد يلا وقعون أنا ما رح وقعون ولك أنا بكرهك وما بطيئك إرهان أي موضوع طبيعي؟ ما أنت طبعاً بتكرهي لكل هذا رأيك لحالك يلا وقعون خلصني بقى لا تتعبني أكتر من هيك وقعون يلا إرهان ترجمة نانسي قنقر